ولكم تقول لنا انجليس واسباستر محمد سعد تعلمة انجليزية مع مستر محمد سعد النهاردة المراجعة النهائية لسنة الرابعة ابتدائي منهة كونكت هنشتغل مع بعض هنحل سؤالين مهمين اللي هو سؤال نكمل النص بكلمات في فراغات عندي وكمل النص بيها في كلمات في الاستفوق والسؤال التاني اللي هو سؤال اللي هو سؤال التوصيل تعال نعرف نحل السؤالين دول ازاي ركز معايا كويس وشوف انا بحل ازاي علشان اي سؤال يجيلك تعرف تحل بالطريقة بتاعتي اكي تمام طبعا اول سؤال حيجيلك في امتحان التاني سؤال حيجيلك اللي هو السؤال ايه اللي عندنا ده بيقول ايه مهم جدا تقرأ عنوان السؤال مابتستعجلش تقرأ عنوان السؤال عشان تعرف هو عايز ايه منك تمام يبقى احنا كده هو بيقول لي اقرأ وكمل النص اللي عندي ده بالكلمات اللي في الباكس اللي هو الكلمات اللي في اللي ستة اللي عندي دي طب تعالى كده نقرأ الكلمات اللي في اللي ستة ما نستعجلش واحدة واحدة نقراهم ونترجمهم of ساعد بيبقى معناها من حسب الجملة between بين بين اثنين on على to ساعد بيبقى معناها إلى معناها أن حسب الجملة برضو تمام قرينا الكلمات اللي في اللي ستة ترجمناهم كويس طبعا دول كلهم عبارة عن prepositions يعني حروف جر تمام نقرأ النص ونترجمه واحدة واحدة وبعد كده ايه ابدأ في الحال هنقرأ النص مع بعض يلا ركز معي طبعا انت already كتبت الأسئلة دي في النوت بوك كراسة وحاولت تحلها بيه طبعا مع نفسك كده وبعد كده تختبن نفسك شغل فيديو وتختبن نفسك معي تمام تمام قرينا كده text النص اللي عندي او الparagraph يلا كده نبدأ في الحال هنقرأ تاني ونترجم I live in a big city انا بعيش في مدينة كبيرة there is a park in front my school يبقى يوجد حذيقة in front دايما بشوف اللي قبلها لما ايجا حل هي التكة هي جاية التكة انا بقولك دايما وانت بتحل تشوف اللي قبلها واللي بعدها لان فيه كلمة بتاخد كلمة يبقى there is apart يوجد حذيقة in front ايه على طول حكتب ايه في اول فراغ of ما بقولش of اقول of in front of my school يعني ايه الكلام ده there is خلي بالك من كلمة there is يعني يوجد للمفرد وزير are يعني يوجد لجاب there is يعني يوجد حذيقة امام ايه مدرستنا تمام يبقى in front of يعني ايه امام حكتب of اللي هي of تمام السطر التاني there is a bank next the shopping mall بيقول لي يوجد bank next ايه next ايه ايه يعني بقوار حاولها تاني السطر التاني او الفراغ التاني there is a bank next to the shopping mall يبقى الفراغ التاني حكتب to موجودة في الليستة عن دفوع my house is فراغ space the hospital and the post office المستشفى ومكتب البريد طالما في حاجتين في الاخر كده يبقى اكيد حاجة بينهم يبقى بيتنا yes between the hospital and the post office يبقى حكتب في اخر فراغ عندي between اللي هي بين اثنين موجودة عندي في الليستة b-e-t-w-e-e-n تمام number three عندي هنا السؤال اللي تحت اللي هو matching التوصيل بيقول لي read and match a with b طبعا السؤال دي عليه four marks اربع درجات احالي السؤال ده ازاي واحدة واحدة اقرأ اترجم ما بستعجلش وقرأ عندي الجمل اللي هو ايه في الناحية التانية اللي هي في الليستة number b اقرأهم كويس واترجمها وطبعا بوصل ايه بوصل كل حاجة بايه بالجملة المناسبة اللي بتكمل معناها مش تبوزه number one بيقول لي kitchen يعني مطبخ ها هدور الناحية التانية ايه الجملة المناسبة المطبخ اقرأ كل جمل واحدة واحدة it is in the desert هو في الصحراء لا it is made of glass مصنوع من القماش طبعا لا مش نافع الدنيا kitchen where i live يعني حيث اعيش بعيش فيه طبعا لا امين فعشي kitchen مطبخ i cook food in this room انا بترجمه انا بطبخ الطعام في هذه الغرفة تمام يبقى kitchen كده عرفنا توصلتها توصلتها الناحية التانية الجملة التالتة اللي هي i cook food in this room انا مطبخ الطعام في ايه هذه الغرفة تمام يبقى احنا كده عرفنا هنكرم number one في الجملة التالتة ايه الناحية التانية number two بيقول لي balcony balacona تعني اقرأ تاني it is in the desert it's made of cloth cloth يعني ايه هي بتبقى في الصحر البالاكونا بصنوع من القماش طبعا لا where i learn حيث اتعلم طبعا ايه لا مش مظبوطة الدنيا balcony طبعا الجملة التالتة خلاص احنا اخترناها مش هتنفع معي balcony it is small and it is on the water هي صغيرة وبتبقى في المية طبعا لا يبقى اخر جملة اكيد هي balcony حتاخد اخر جملة i sit here and see the people in the street انا بعض ايه هنا وبشوف الناس اللي في الشارع يبقى هي دي البالاكونا تمام يبقى number two balcony حتاخد ايه اخر جملة عندي تمام number three tent الخيمة هقرها اول جملة it is in the desert هي في الصحراء it is made of cloth مصنوع من القماش طبعا هي دي خلاص اتعرفت يبقى tent number three tent الخيمة هتاخد اول جملة عندي في اللسة number B اول جملة it is in the desert it is made of cloth تمام number four the last one here school school طبعا حقر الجملة التانية اول جملة خلاص قررتها ومتأكد منها school where I learn يعني حيث اتعلم مكان ايه بتعلم فيه صح كده الدنيا زبطت معايا يبقى ايه school هتاخد ايه الجملة التانية اكتب number four في ايه قدامها على طول وكده انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم انجزية مع مستر محمد سعد تحت الفيديو ده هتلاقي الصورتي الناحية التانية كلمة اشتراك لونها احمر اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس زار كده اضغط عليه لما تضغط عليه هتلاقي كلمة كل مفوق او all by English اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده معناها ايه الكلام ده معناها انك فعلت الجرس معناها ايه فعلت الجرس معناها اي فيديو جديد الحين بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول لو انت مهتم في فيديوهات التعليمية educational videos واشوفك الاخير في فيديوهات جاية كتير مراجعة نهائية لجميع الطلاب جميع المراحل good bye مع السلامة مراجعة نهائية